عدنان يضغط على إيل إرميل بسبب ديونه لإحسان من ناحية أخرى يعاني سبتمبر من ضغط كوراي ويذهب إلى العيادة لإجراء الاختبار لمعرفة من هو الطفل حقا توصلت يا إرميز التي تتبعها إلى استنتاج مفاده أن الطفل قد يكون من نفسها وليس من كوراي بناء على حقيقة أن إيل إرميل خضع لاختبار الفاتح يحبس الشاعر يعتقد أوزان أن كان اختطف جوليدي وبينما كان يكافح مع كان أطلق إرمول النار على كان من مسافة بعيدة يعتقد الشاعر أنه أطلق النار على كان بنفسه الشاعر يبحث عن طرق لتعويض سليم ومع ذلك ليس لدى أسل إيرم أي فكرة عن مسامحة الشاعر عدنان الذي اعتقل بسبب حادث يا إرمار يحتاج إلى خطة جديدة بينما يعاني يا إرمز من ألم إدارة ظهره لعائلته فإن سبتمبر وعائلته يعطونه ذرعهم وأجنحتهم سبتمبر يقترض من قرش القرب يدفع المال للمستشفى يعيش لديه عملية جراحية العملية ناجحة نتيجة لجهود يا أوشيمز الذي سقط في مطاردة الشخص الذي ضرب يا إرمار تخرج نهاية الحبل إلى عدنان تم القبض على عدنان أمام عيني يا إرمز يهرب كوراي يحاول الشاعر جعل الكاني يتحدث لكن الفاتح يتدخل في الموقف قبل أن يتمكن من الوصول إلى أي بيانات عن الفاتح بيرشين يعاني من نزيف أوزان يجبر أسليم على دخول السيارة بالقوة سيفتقدها تقترب يا إرمار من الموت كل دقيقة وتحاول سبتمبر تعويض أموال جراحة والدها من ناحية أخرى يبحث يا أوشيمز عن أثر السيارة الزرقاء التي اصطدمت يا إرمار أوزان يحدد لمعرفة من الذي وضع اللعبة التي تسببت لهم لتفريق مع أسليم تعود ذاكرة جوليدي وتخبر أوزان أن أسليم بريد يجد بيرشين رسالة التي تركها كان على داب سليم يا إرمار في المستشف يقول الطبيب إنه يهدد الحياة هناك حاجة إلى ثلاثمائة ألف ليرة للعملية يقول سبتمبر أنه سوف تجد المال يذهب يا إرمز إلى مكان الحادث ويجد الطفل يا إرمار الذي اشتراه الإيل إرمل ويعطيه الإيل إرمل عندما علم أن والده قد غفر له يجد سبتمبر السلام وإن كان مؤقع بينما ينتظر بيرشين بفارغ الصبر إلغاء زفافه مع أوزان يطارد أوزان ملاحظة غير متوقع هل سيفوز يا إرمار بالقتال من أجل الحياة بعد الحادث الذي تعرض له سوف كوراي الذي تركه في منتصف الشارع تحقيق هدفه بعد أن خسر عدنان القضية قرر أن يقتل يسار الذي لديه ضغينة ضده يعين كوراي لهذا الغرض حتى لو لم يرغب كوراي في ذلك فعليه أن يفعل ما يقوله عدنان يضرب يسار بسيارة كان يترك ملاحظة مجهولة على باب سليم يجد الشاعر هذه المذكرة تفيد بأن الكان آسف جدا أسلأتم بريد لكنه لا يستطيع معرفة من تركها بيرشين مستعد للزواج تشعر جوليدي أن هناك شيئا غريبا في حقيقة أن بيرشين وأوزان يتزوجان أوزان الذي اهتزته أخبار حمل بيرشين غير مدرك أنه يتم إعداد حفلة في منزلهم بينما يغمر انتصار يا إرمار على عدنان الجميع بفرح تصل الرسالة أخيرا إلى مالتها الحقيقي الفاتح على وشك أن يقرر أنه بحاجة للتخلص من الكان الذي كان يختبئ منذ أيام يخبر كوراي إل إرمل أن الطفل هو طفله يبدأ الشك في الانخفاض في سبتمبر بفضل دعم يا إرمار يا إرمز فاز في القضية ضد عدنان يتعلم أن سبتمبر يا أم الساعد تكشف بيرشين أنها حامل لوالدها ووالدتها محاصرا في زاوية يقبل أوزاني أنه يجب عليه الزواج من بيرشين في هذا الوقت في الواقع هو مهتم بجوليدي تعلم أن طفل إل إرمل من يا إرمز رازي يضع خطة جديدة جوليدي تلاحق ما تتذكره قطعة قطعة يبدأ بيرشين في تنفيذ خطته واحدة تلو الأخرى من أجل إقناع أوزان بحملها في الواقع بدأت العمل كجليسة أطفال جوليدي جوليدي تحبه كثيرا تحاول بيرشين أن تظهر لأوزاني أنها حامل لكن أوزان التي وجدت اختبار الحمل تعتقد أنه اختبار أسليم وتعتقد أن أسليم حامل رازية بينما كانت ستشرح الوالدين الحقيقيين الإرمل ويا إرمز في العشاء حيث دعت الجميع علمت أن الإرمل حملت من يا إرمز قررت أنها يجب أن تجهض الطفل يا إرماريالكو معنام يغضب جدا من الإرمل بسبب ذهابه إلى ذلك العشاء في الواقع بعد ترك وظيفته في المدرسة يتخذ خطواته الأولى لبدء حياة جديدة مع والدته من ناحية أخرى تحاول أوزان إعادة ذكر دوليدي بينما تضحث عن شخص ما لرعاية والدتها سبتمبر يكتب رسالة إلى ترك لطفلها الذي لم يولد بعد تعتقد رازية أن الوقت قد حان للكشف عن السر العظيم الذي تحمله يختطف هاك نيرمين ويتركها تموت في منزل منعزل ينقذ سبتمبر ويأخذه إلى المستشفى تطلب منها نيرمين أن لا تخبر أحدا عن هذا الموقف تفتح جوليد عينيها وتخبر جيفت أن أسلأت من بريد يريد أن يرى الشعر أثناء محاولته إحضار هدية أوزان وأسليم إلى المنزل عاد فاتح الذي اكتشف أن جوليدي قد استيقظت إلى المنزل وخمق جوليدي بوسادة لكن جوليدي لا يموت يعود إلى الحياة بتدخل إسليم عندما جاء اختفت ذاكرته وقدراته العقلية إلى حد كبير في الواقع يذهب إلى منزل أوزان لجمع متعلقاته من أجل الانفصال تماما عن أوزان بارد من ناحية أخرى في مشكلة مع جوليدي لا يمكنه الانتظار لإحضارها إلى المنزل بينما يحترق نيرمين بألم اللبن يلاحظ يغيز التغيير فيه زيارة سبتمبر للأصدقاء ستجعلها تشهد حدثا غير متوقع قبضوا ستمبر ويأمز على كان وأحضروه إلى المحكمة لكن كان يهرب من قاعة المحكمة بمساعدة فاتح أسل إيرام وأوزاني الحصول على الطلاق لقد أحببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات اشتركوا في القناة